نبتة الفيكوس كاين بزاف الانواع نبتة الفيكوس احنا جبنا الفيكوس بنجامينا غولدن فاصيلة فاصيلة الغولدن كاين فاصيلة الهاواي وين الورقة تحتها هنا فاصيلة الغولدن فيها صدر الاخضر وفيها فليبو أصفر نبتة غريح الاسفيرات الهاواي كلاخ الهاواي يدي ابيض اوكي بعد كاين الفيكي بلوغور يدي كام الاخضر ما عندوش حلقة بجزر هواي لا هو اصلا لغي جنتاعه من جنوب شرق اسيا في استراليا الفيكوس اقلم صدر في الجزائر يقدر يستدابس ويعيش تانيك برا اصلا في صدر كاين في الطرقات معمرة بالفيكوس جار كبار كما هكذا دار مغروسين في الارد ويجي تانيك داخل صدر الدار في المحبس هو من فاصيلة التين الفيكي؟ هو من فيكي بلوغور من المال فامي كما الفيكي اوكي دمعة في شكل دمعة شكل دمعة الورقة تعوع ما هي الظروف اللي لازم تتوفر باش تعيش نبتة الفيكوس؟ في فصل الشتاء يحب الشمس مباشرة في فصل الصيف نحطوها في فصل الصيف زوج مرات في الأسبوع في فصل الصيف زوج مرات في الأسبوع الفيكوس هذا ما يحبش بزاف الكوروندر لكن داخل صدر البيت نحطوه في اندروع لا يكون لكوروندر حركاتها لا تكون فيه ريح لا يحبش الريح سيطيح الأوراق كما نرى صدر مضيح وهذا كين نقص كين نقص كيف نعطوه اسميدة كيف تعرف بليه نقص يعني تكون مريضة نبتة الورقة تحت صفرة ما تقوليش خضرة ها فصل الخريف لازم يطيح لا يطيح لا يطيح يقعد أخضر كل العام حتى في فصل الخريف حتى في فصل الخريف أنا كيشت الأوراق طيحين أنا قلت فصل الخريف رو ريطيح في الأوراق ويعود يجبت رطيح شوية ما يمشي بزاف صدر هكدا راهو فليكا عونس وكين حشارات هام هنه هنه يبانو كين حشارات نديرو له مبيض نديرو له مبيض حشارات هادي الحشارات تتقدم الأوراق تعرفي كيش؟ هادي نديرو له مبيض حشاري باش نقتلو الحشارات ولا نقدرو نديرو له لاحبينة نديروش ما باقصدر لبروس كيميائية نديرو لبيو نديرو السابون وخ سابون الزاير مع الفناج غوبلون الخل نخلطوهم في الماء ما يحرقش الورقة نخلطوهم في الماء نصدر يكونوا ديلوية مش هي بيور ونرشو الأوراق مبيض حشاري طبيعي اشتركorthا ندا ندا ندا